الغلط اللي فهمها البنات واللي فهمينه الزوجات واللي فهمها النساء في موضوع ان هي تشتغل وتحقق ذاتها وتحقق كيانها وتحقق ايا كان اللي عايزة تحقق وحققها تعبت وذكرت وعملت وابتاع وهكذا فيعني هي عايزة ايه تشوف سمرت ده طيب تزوجت وتم اخلال بدور الامومة ودورها كزوجة مع ان شغلها شرع يعني هو مشرع يعني عادي شرع عادي ما فيوش حاجة حرام ولكن لو اخلت بدورها كزوجة او دورها كأم الامر ده ساعتها يبقى مالصح ليه اتعرض انت كزوجة بقى الامر ده مع شغلك تعرض الامر ده مع امر شغل معاك وظفتك كزوجة قصرت فيها كزوجة او كأم هنا تقفي لان هنا فقه الاولويات كلكم راعين وكلكم مسؤولة عن رعيات والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعياتها هي ده اللي هنسأل عنه ده اللي هتسأل عنه اولادك وبيتك ومرعاتك لبيتك ودي رسالة كبيرة قوي هم سفهوها في الاعلام هم صغروا وحكروا من دور المرأة اينا هبقى خدامة هو انا هبقى شغالة في البيت وكانناسة زي الغسلة هو انا مين اللي قال ان ده دور هين ده دور محتاج اقسم يمين بالله محتاج عزيمة ومحتاج رضا وتخطيك ده انت بتعود تحطي خطة في الشهر لتعديل السلوك بتعود تحطي خطة الشهر علشان ما عربش تعمل ايمان تعرض انت كزوجة بقى الامر ده مع شغلك تعرض الامر ده مع امر شغل معك وظفتك كزوجة كسرت فيها كزوجة او كأم هنا تخفي لان هنا فقه الاولويات كلكم راعين وكلكم مسؤولة عن رعيات والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعياتها هي ده اللي هنسأل عنه ده اللي هتسأل عنه اولادك وبيتك ومرعتك لبيتك ودي رسالة كبيرة قوي هم سفهوها في الاعلام هم صغروا وحكروا من دور المرأة اينا هبقى خدامة هو انا هبقى شغالة في البيت وكانناسة زي الغسلة هو انا مين اللي قال ان ده دور هين ده دور محتاج اقسم يمين بالله محتاج عزيمة ومحتاج ارضة وتخطيط ده انت بتعود تحطي خطة الشهر لتعديل السلوك بتعود تحطي خطة الشهر علشان معرفش تعملي اهي ده معقول البخور وصل لنا من هنا نشان ما راحت البخور يا رب الملائكة تيجي طيب ده بتعود تعمل خطط بالشهر وبالخمس تشهر عشان ده عندي تعديل السلوك الفلاني أنا عندي القيمة الفلانية أنا عندي المعنى الفلاني أنا محتاجة أن أنا أقصله بالشكل ده فأنا توكلت على الله خلاص عمل خطة مع أولادي سواء بقى بالحكاية أو بالقصة أو بمحاكاة السلوك أو بنمازج نجحت في هذا الأمر ده شيء تمام طيب تيجي تزعب تقول لك لا أنا ما باشتغلش عشان أماشي خلاص خدي نص يوم خدي بما يتناسب مع أن أنا لا أثر ولا سيب عين لسه مولود وحطه في حضانة ولا سيب معرفش فين ولا ناس فهم في أي حاجة واروح ألاقي يعني عندهم توحد يا منظر غير أدمي للأطفال وخصوصا هاي حضانة طبع البتاعه وخلاص مش حضانات أدمية تعالوا اسمعوا على مجال مثلا مش عايزين نقول دول يعني عشان متقولوش كزا لكن معظم بيجيبوا حضانات اللهم مبارك بتبقى كدخصا اليابانيين إن شاء الله يعني إن شاء الله اللي بيشتغلوا أصلا بيبقى المؤهلين بشكل معين وتدريب معين يا دول الله سبحانه وتعالى يمنى على الأمة الإسلامية بالخير فالصح الصح ما بيختلفش عليه اتنين ده المفهوم ومعظم النساء فهمها غلط طب ما تقولك إيه طب ما أنا طلعت أشتغل علشان ما هو مش مكافه وما هوش عامل وانا عايزة ساعد بما يتناسب أناس بيبقى يعينك طالما أنت بتساعد البوز يبقى هو يعينك ويشاركك في الأمر ده على الأقل ما نعدي فترة الأولاد الصغيرين دول ما لهم شلانت في الدنيا نعدي الفترة دي